اليوم عندي حلقة مميزة لقلك ليه؟ لأنه أنا فيها كل حلقة أنا بكون فيها بتكون مميزة لكن دراد أنت في كل الحلقات رح خبركم عن أجدد أخبار طالعة من جيمس كوم وشو جربت صوني تقطع علينا من وراء عشق جيمس كوم هيا الجميع معكم دراد واليوم رحناك على أخبار الألعاب أول أخبار عناياها اليوم عن اي 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 ولأول مرة بتاريخ الفيفا رح يدخل عليها فريق فوتبول عربي وأي فريق اخترته؟ معقول الأهلة بين أكتر فرق فوتبول تاريخية بالعالم برك الهلال لسعودة الفريق العتيق والقوي لكن اي اي ما بيهم كلها الموضيع نعرف أنه هم الوحيد هو المصاري بما أنه مصر ما عند قوة شراقية والسعودية ملهية بحرب اي 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 اختاره العين افسي من الإمارات ليكون أول فريق فوتبول عربي بيدخل على الفيفا والحلو أنه سوقوه أنه عم بيختاره أشهر فريق بالعالم العربي لا اي 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 انتو عم تختاروا الفريق ان رح يطلع لكم مصاري قطعوا يومين بلا ما تسمو لنا بدلنا وما زالنا بأخبار العالم العربي ان فتحت عريضة ضد ستيم من شخص عربي وبتقول انه ستيم لازم يدرسوا الأسعار للشرق الأوسط ويسعروه عقد قدرة الشرق الأوسط وهالعريضة صار ماضية 13000 شخص الفكرة حلوي كتير لو ما ويبسايت change.org هو للشعب الأمريكاني يطالب التغيير من البات الأبيض فشو خاسكن طالبوا من ستيم على هالويبسايت بس على القليل يقدر التفت الاتباه لها الموضوع من 13000 واحد مش فهمانين انه اللعب اللي عم بيشتروها ب60 دولار كلفت المصنعين بين الستين ومية وخمسين مليون دولار بس لا ينتجوها هيده بالغنى عن الماركتنج يلي لحاله كومه يعني بأحسن أحوالهم إذا كلفتهم أقل شي ممكن بدون يبيعوا مليون نسخة بس لا يسكروا تكاليفهم وهيده مجهزة كتير كبيرة عم تعملها الشركات فحتى سعر ستين دولار قليل بالنسبة لكلفة التصنيع على اللعبة ستين دولار مش لأنه الأجانب فين يدفعوا حقه ستين دولار لأنه تحت هيك ما بقى حدا بدي يعمل اللعبة ما بقى تستحق المجازفة إن شاء الله تكون مضحة الفكرة وحايش تضيعوا له وقته لترامب وعنده كتير كتاب يلونها اليوم عندي لعبة البرفكت للبنات الصغار اللي عم يحضرون ايه خفتي من اللعبة الدارك يا صغير ايه لإلك عندي لعبة من ديزني مصممي خصيصا لتردك كل الأميرات بالعالم واللعبة اسمها ديزني برينسس جيتاوي بلعس وهاللعبة هني عم بسوقوها كلاعبة تزل بس هي منا إلا نسخة من كاندي كراش بس حطين أميرات ديزني فوق للبنات الهبلية يجبوها تصدر قريبا مين غير انفلق بفيديو ماينكرافت ارتي اكس على الفيسبوك لما بيعرف الارتي اكس تسمح لكمبيوترك يخلق صور بتكنية الريت رايسينج اللي بتخلي اللعبة تبين واقعية وهي دا التفسير البسيط أكتر من هاك نكون بلشنا نتفالسف مع هالتقنية ماينكرافت تتحول من لعبة مربعات عادية للعبة مربعات جميلة إذا فكركم الأخبار هتوقف هون لا الأخبار بعده والعاني اجينا صور من لعبة سايبر بانك 2077 المفروض هو لأنه يكونوا إنجيم سكينشوت بس الجرافيكس كتير حلوين وعم بيخلوني شك بالصورة يالما على الوقت غلط يا الشركة كتير وحشة وبالصورة منشوف هون عم بيلعبوا على طاولة وهي دا دليل لوجود ميني جيمز بقلبها اللعبة وهي دا صار شي متوقع من حيالة لعبة أوبن ويرل وبصورة السيارة منشوف مدينة معجقة وكتير واقعية وحتى ورا في ملعب ضخم ومبين كتير فوتورياليستيك سوني لأول مرة رح تدخل على عالم الكمبيوتر من ناحية تطوير الألعاب وأي اللعبة علنت فيها دخلتها على السوق الواسع من الباب العريض اللعبة اللي رح تخليها تدعس بقلب عالم الجايمينج فشخة كتير كبيرة اللعبة اللي رح تقلب الموازين بعالم الألعاب اللعبة هي Ready Set Heroes لايكو صراحة هي منعاتلة إذا كانت لعبة موبايل بس منع لعبة موبايل المشكلة إنه هي لعبة بي سي وأول لعبة بي سي من شركة سوني سوني ليه؟ ما كان فيكم تبجو شي لعبة من ألعابكم اللي بتسطيل وبعدها انتنزلو هاللعبة Ready Set Heroes لعبة Action Adventure بتجدر فيها بشخصية من أربعة مهضومين وبتروح وبتقتل وحوش حتى كمان فيها Party Games تلعبها لحد الأربع أشخاص هل هاللعبة حلوة؟ ايه؟ هل قدمت شي جديد على عالم الألعاب؟ لا أوتيل؟ كمان سوني علنوا عن تخفضات شهر أب لمميزين اللي بيتضمنوا ليستة ألعاب طويلة وعليا ليستة تخفضات طويلة بتكمل لحد سبتمبر 3 بس قامت علنوا عن تخفضات أب لمميزين بـ 21 أب ملعوبة سوني ملعوبة بس المش ملعوبة فراح وصلحب وشركة سوني ليسجلوا براءة اختراع على السكت بلا محدا ينتبه لهم بس أندرو مارمو فضحوا على تويتر ونزل صور الجهاز اللي عم يتسجل الجهاز يبين عليه لمبات وكابسات ومحلة حط سدي ويو اس بيات وشكله مشغول ليشتغل أكتر من أنه مشغول ليكون حلو وشو بيشبه؟ بيشبه البلايستيشن 4 دافكت الدافكت يعني نسخة البلايستيشن اللي بيبعثوها سوني للمصممين الألعاب لا يبلشوا يصمموا الألعاب عليها يعني هيدا اللي عم بتشوفوه قدامكم هو براءة اختراع على أول نسخة من البلايستيشن 5 اللي صدرت بس للمبرمجين لمما كانوا سوني خلصوا الدزاين الكامل وهيدا الشيء كله بوصلنا نقول أنه بعد جيمزكم رح يصير عنا جفاف على أخبار ألعاب بلايستيشن لأن المبرمجين رح يبلشوا يشغل على ناكست جينريشن جيمز ألف مبروك ألف مبروك إلنا كلنا ومنوصل لخبر عن اللعبة بانتر اسمع أخبار عنا بس ما بلعبها شخصيا ايه مضبوط لعبة مورتال كومبات رح يصير عليها أربع شخصيات جدا عندك سندل رح تصدر ب 26 نوفمبر وسبون ب 16 مارس وأهم شخصيتان رح ينضافوا هنة جوكر وارنلد شورلرنجر شخصيا بشخصية ترميناتر تي 800 جوكر بيصدر ب 28 يناير وترميناتر ب 8 أكتوبر بلعبة أفرس بايس 2 فيك تسوق مركبة فضائية وتعوث أعداء ضدك وتعتع بمراحل فضائية ليه عم تعمل لعبة حروب فضائية كأنه بعضنا بالتسعينات ما بعرف حس اللعبة كلها ما بتحرك لي مخيلتي إلا لبهدلة ما بدي تبليش تتحرك مخيلتي هلا أحسن من يختري ببيتنا 010 من ثاني ميلي عنا لعبة خلاقة عم تاخد من العم بسير بمجتمعنا وتطبقوا على العالم الألعاب وأكيد لهلأ مفروض أكتر يتكون سمع بالدرون رايسيج يلي هي سبق بالدرونز تتحكم فيها عن بعض يعني وبيعملوا إلا حلبات كتير حلوية وسبقات كتير بتسلي وجوائز ملايين الدولارات وحاليا نعمل منها لعبة كمان تعرفوا على DCL The Game إذا بدكن لعبة تيارات بالألفان وعشرين درسوها التريلر لعبة مستخدمة كل قوتها لصلاحها وعملين حلبات إلا بتجنن وبعتقد راح تنجح مش بس عند محبي سبقات الحقيقية لأنه بغض النظر عن الجيم بلاي السريع والحماسة كمان راح تكون لعبة كومبتتف بين العالم وفيك تستعمل شكل درون طبعك كيف ما بدك مع تضو اللحعة كل بدك إياه والتشخيص أو التشخيص بهاللعبة بقربة كتير من الجمهور عشرة عشرة وكمان إذا بتحب التيارات الحربية في لعبة هليكوبترات حربية جديدة اسمه كومانشي بس من بعد ما شفت التريلر ما في شي حمصني العظة وبفضل إذا بدي سوق أليكوبتر فوت العب دقبة الفيلد ويكون في جيوش ودبابات ضدي كأنه حرب حقيقية فكمان سفرة عشرة ديسيقال تربح هالسنة وتخيلوا كل هيدا وبعد ما وصلنا لعحلة شعفة بالحلقة ايه مزبوط؟ الألعب صدرت أورح تصدر هالأسبوع بس قبل ما نفوت فيها أنا محكيت عن مارفلز أفنجرز لأنه مباري حملت فيديو كامل عنه وهو ردة فعل الأولية أنا وعم بحضر الجيم بلاي تريلر اللي عرفونا فيه على الخمس شخصيات وطريقة لعبهم وبنصحك تحضره الرابط فوق وموعدنا على ديسكورد بكرة على الساعة 7 بي أم فجهزوا حالكن لجلسة نتسلى فيها كلنا سوا ونبلش حملت هاشتاك توصيل درات 6500 تفاصيل بكرة على السبعة بي أم وإذا بدك تبليش تساعدنا بالحملة فيك تكبوس على زر السبسكرايب تحت شكرا المسبق ومنوصل لأحلة شقفة من الحلقة لأخبار الصدرت أو رح تصدر هالأسبوع ومنبلش بلعبة بتخبر قصة وبتعرفوني أنا ما بحب الألعاب اللي بتخبر قصة بهالطريقة يعني بسكبوس بس أريكا بتاخد هالجمع فاش خلق قدام واللعبة تلعبها مصورة حقيقية وبدل ما يكونوا 3D characters عندك شخصيات واقعية تتحكم بالعالم حوليهم وتحل اللغز وتعرف شو عم بيصير حواليك اللعبة صدرت على البي أس فور بعوجست 19 وبعد ما في معلومات إذا رح تصدر على البي سي كمان هالأسبوع صدرت لعبة رامننت فروم دي أشز وهي اللعبة عم بتجرب تكون دارك سوز بس مش عارفين يعطوها ذات الأحساس بإن اللعبة آسية بس عادلة وهاللعبة ساعة هيني وساعة مستحيلة ومش زابطة معهم مية بالمية بس بغض النظر فيها ساعات تسلية وبتستحق التجربة أحسن ما يكون عم بظلمة كتير كلنا بنعرف شو هن البوبس هن قصص بتجمعها وعندها ديزاين معين ومعمولة على شكل شخصيات مختلفة هيدا شكل باتمان بوب صارت لعبة وقبل ما تبلشوا تشارعوا شوفوا التريلر شفتوا شو بيلبقوا هالبوبس بعالم 3D وأكيد طالع معهم شي كتير حلو هيدا كنتوا قلتوه ولو ماكملتوا التريلر بس بكمل التريلر وبيطلع بوجنا نسخة طبق العصل عن لعبة كلاش رويال بس ملابسينا شكل بوب بهنيكن بهنيكن يعني تصدر اليوم على اندرويد ايباد ايفون بي سي وان شاء الله تكون اخر مرة بسمع فيها تريبل فيجين جيمز ارتقوا ان في 2019 بعد منحلبوا العاب لبلاتفورمرز كفاية وقرروا يعملوا لعبة مايبل اند وودز يلي هي لعبة بلاتفورمر 8 بيت ما زايدت شي على عالم البلاتفورمر لا بالشكل ولا بالمضمون ورح تنزل بكرة على بي سي وماك و لينكس واذا رح تنزلها كتب لي بالكومنتس بس لعرف ادي فعلا جمهوري مريض واكيد اهم لعبة رح تصدر اسبوع الجاية اللعبة اللي لنا ناطرينها سنة وهي world of warcraft classic بلزرد رح يرجعوا عشرين سنة لورا ليرجعوا يخلوا الجيل الجديد يفوت بworld of warcraft متل ما الجيل القبله عمل وبذات اللعبة كمان world of warcraft classic لما بيعرف هي اعادة تصنيع لworld of warcraft قبل ما يصير عليها كل هذه الاكسبانشن الجديد ويصير فيها العوالم وتصير كتير معقدة لحظة جديدة يبلشها فهلق كتير ناس رح يتحمسوا يجربوها لأول مرة وخلوني من هلق لكم ما تجربوها خصوصا اذا عندكم شي تخسرو بحياتكم لانه رح تكلفكم كل شي ويمكن اكتر لعبة بايخة بالتسويق هي لعبة decay of logos لانه مش بس مقالدين لعبة زلدا لأ حتى شخصيتك الف كمان وبالدعايات كتبين decay of logos zelda breath of the wildish game انه خبروك حتى بالدعاية اي لعبة سبيسيفكلي من زلدا طب اذا لها الدرجة مش تعليق معكم شي لانش عام تعمل اللعبة بالاساس عيبة عشرة علاقة حالك معكم درد اشتركوا باستخدام اللايك وسبسكرايب وتروني الجرس كمان احاولوا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك! تويتر! انستغرام! شوفكم بحلقة الجيل